هذا رسالته العلمية في الماجستير وفقه الله كانت في أصلا كانت في الفقه في القواعد الفقهية لكنها جمعت بين فن القواعد الفقهية و فقه الدعوة جمعت بينهما و عليه فيحتاج إلى إتقان الأمرين العلمين هذا وهذا حتى يكتب فيه ما بالك لو كان أصلا راما في تأليف هذا إلى تقعيد مسألة الدعوة أو فقه الدعوة فقام ونظر وإذا يعني الناس العادة الغالب العادة الناس يتأثروا بنماذج موجودة حية كانت موجودة طبقت هذا العلم ترى الناس يريدون علم يمشي ما يريدون علم مكتوب يعني العلم النشو القدوات ترى مؤثر أكثر من يكونوا مكتوب لأنه حيث يكون المكتوب مثالي أكثر من يكونوا واقعي فوجد أن الشيخ السلام تيمي رحمه الله من أعظم العلماء الذين يعني آثارهم إلى الآن وحياته كله كانت دعوة وجهد دعوة وجهد فقام وأتى إلى الشيخ السلام تيمي وأخرج من مصنفاته ومؤلفاته ما يتعلق بفقه الدعوة وضوابطها وقواعدها وسمى كتابه قواعد وضوابط فقه الدعوة عند الشيخ السلام تيمي رحمه الله إيش فعل قرأ كل كتب الشيخ السلام بلا استثناء واستخرج كل ما ذكر أنه قاعدة فقهية شخ السلام تيمية ثم بدأ بعد ذلك ينقح هذه القواعد تنقيح المناطة ينقح القواعد هذه التي تمس الدعوة جعلها على جم والذي لا تمس أخرجها من الباب ثم هذه القواعد التي جمعها قسمها إلى قسمين أو فصلها إلى فصلين أو بابين فصل في القواعد الفقهية المتعلقة بفقه الدعوة والفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بفقه الدعوة وذكر في الأول قرابة 22 قاعدة وفي الثانية قرابة 14 ضابط أو معه الضابط تقريبا لكن الملفت النظر ما هو؟ الملفت النظر سلمك الله أنه قال أنه ترجمة قال بترجمة وآطلت لشيخ الإسلام قال والسبب أراد لاحظ أراد أن تكون ترجمته مدخل لما سيذكره من القواعد وحرص في الترجمة أن تكون تخيل ما يذكره في الترجمة إنما هو تطبيقات شيخ الإسلام لقواعد الدعوة التي كانت في حياته فأراد سيرات تكون مدخل لهذه القواعد وفقه الله وكان طريقة يذكر لك القاعدة كما ترى الآن لاحظ إن شاء الله طلم آلها يذكر لك القاعدة ما هي؟ إن كانت القاعدة هي المعروفة بلفظها المشهور في كتب العلماء المصنفين تركها وإن كانت بلفظ آخر ذكر الأصل الذي هو عن العلماء وحافظ على لفظ الشيخ الإسلامة رحمه الله ويشرح القاعدة معنى القاعدة وشرحها ويستدل لها ثم يذكر بعد ذلك كلام الأمثلة يحرص على ذكر الأمثلة مما مثل به شيخ الإسلامة 200 يذكر أمثلته التي يطبق على هذه القاعدة يذكرها فإن كان هناك كلام أو شيء من التعليق على القواعدة أو شيء فإنه يجعله في الهامش كما ترى في هذه القاعدة لاحظ لما قسم الخلاف نحن ثم يجعل في الأخير باب أو معنى صح لاحظين مثلا التطبيقات الدعوية كل قاعدة يجعل آخرها التطبيقات الدعوية يعني المسائل الدعوية التي تدرج تحت هذه القواعد الفقهية وفقه الله والكتاب كله بهذه الطريقة والكتاب طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن عبدالله الثبيتي وقدم له ثنين من كبار العلماء الشيخ الدكتور عابد محمد سوفياني وهو عالم معروف والشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد وهو عالم أيضا معروف وكلاهما يعتخصوا في الأصول والكتاب من اختار الدار ابن الجولي في مجلد اللطيف نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقارض الله في كل